اهلا بكم في الحلقة الاولى من برنامج الشباب والهيئات المحلية الذي تطلقه الاكاديمية الفلسطينية لتعزيز النزاهة نزاهة بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية سنصلت الضوء من خلال هذا البرنامج على واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في فلسطين تمارس الهيئات دورا هاما في المجتمع من خلال تقديمها الخدمات الاساسية في حياة المواطن اليومية كالمياه والكهرباء وشق الطرق وغيرها وهذا يجعلها في تماثم مباشر مع المواطنين ومع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة الهيئات المحلية تدير اموالا عامة وتمارس صلاحيات كبيرة في المجتمع ما يضعها امام مسئولية كبيرة في تحقيق النزاهة والشفافية في ادائها العام وبناء على ما سبق ما هو الاطار التشريعي النظم لعمل الهيئات المحلية وكيف تناولت التشريعات والقوانين الفلسطينية المسائل المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هذه الهيئات للإجابة على كل الأسئلة السابقة يسرني أن أصدف الدكتور عبد الرحيم طه الخبير في القانون الإداري كما ينضم معنا مجموعة من طالبات كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة برزيت أهلا وسهلا بكم معنا جميعا في هذه الحلقة أهلا وسهلا نبدأ معك دكتور هل هناك قوانين حديثة اليوم تتعلق بعمل الهيئات المحلية في فلسطين أم أنها قوانين قديمة عفعانها الزمن حقيقة لو اطلعنا على المنظومة التشريعية النظمة لعمل الهيئات المحلية لو وجدنا أن قطاع الحكم المحلي كان من بين القطاعات التي أولاها المشرع الفلسطيني أولوية وإهتمام خاص ودليل لذلك أن قانون الهيئات المحلية رقم واحد لسنة 1997 كان من أوائل القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي إضافة لذلك عمل المجلس التشريع على إصدار العديد من القوانين المتعلقة بعمل الهيئات المحلية سواء فيما يتعلق بانتخاب الهيئات المحلية سواء فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالشراء العام وغير ذلك من التشريعات لكن لا يمكن القول أن كافة التشريعات المتعلقة بعمل هيئة المحلية هي تشريعات حديثة لازال لدينا العديد من التشريعات المحلوثة في هذا المجل بالتأكيد نظرا القانون يجب أن يواكب التطورات الموجودة في المجتمع وفي هناك قوانين مضى عليها 40 سنة 50 سنة أصبحت لا تواكب التطورات الموجودة على الأرض الواقع الأمر الذي يستدعي من المشرع أن يبادر لتحديث هذه التشريعات بما يواكب والمسجدات الموجودة على الأرض الواقع وأعضاء مجلس الهيئة صحيح أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني نظام خاص لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئة المحلية لسنة 2017 هذا النظام حدد فيه صلاحيات الرئيس حقوقه وواجباته صلاحيات الأعضاء حقوقهم وواجباتهم وعالج في أيضا المسائل المالية المتعلقة برؤساء وأعضاء مجالس الهيئة المحلية وبالتالي لا تنفرد كل هيئة محلية في تنظيم أمورها المتعلقة بالرئيس والأعضاء خاصة من الحقوق والواجبات والمسائل المالية وإنما هناك نظام عام صدر عن مجلس الوزراء وهذا النظام جرى عليه بعض التعديلات فيما يتعلق بالأموال وهي أهم شيء في هذا الموضوع الهيئة المحلية يعني تسيطر على الأموال كثيرة أموال الكهرباء الماء الدرائب إلى آخره من هذه الأمور كيف تقيم القوانين المتعلقة بالرقابة على هذه الأموال تحديدا بما أن أموال الهيئة المحلية هي أموال عامة ويسري عليها ما يسري على المال من القواعد وأحكام هناك العديد من القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية التي تسري على مؤسسة القطاع العام بشكل عام وعلى الهيئة المحلية نعطي مثال على ذلك مثلا قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا القانون يمنح ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحية الرقابة على أعمال الهيئة المحلية وصلاحية تلقي شكاوى على الهيئة المحلية هناك أيضا قانون مكافحة الفساد تعتبر الهيئة المحلية من بين الفئات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد وبالتالي هناك قانون الشراء العام الذي يحكم عملية المشتريات واللوازم والعطاءات وهذا القانون تلتزم الهيئة المحلية من ناحية قانونية بتطبيقه عند حصولها على أي مشتريات أي لوازم تحتاجها لمساعدتها في تنفيذ مهام يعني القوانين موجودة بعضها قديم بعضها جديد ولكن أنتم طلبت الحقوق في جامعة بيرزيت ما رأيكم في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع؟ هل تجدون أن هناك تطبيق حقيقي وفعلي لها؟ خلود عبدالخليل طالبة قانون سنة رابعة جامعة بيرزيت أهلا وسهلا بالنسبة لي صراحة لا أجد أن هناك تطبيق فعلي على أرض الواقع للتشريعات برأيه في عنا زخم تشريع كبير لكن في عنا قصور في التطبيق خصوصا في من ناحية التشكيل للمجالس البلدية التبعية أو من ناحية شروط موظفي الهيئات المحلية في ملاحظة كمان تفضلي بحب أطرح نقطة اللي هي عبارة عن أنه قانون الهيئات المحلية لسنة 97 النظر للهيئات المحلية عنا هو عبارة عن نسخة للقانون الأردني اللي موجود من الخمسينات فبتخيل أنه المفروض مش نستبدل نستبدل بس على الأقل نعدله بحيث يتماشى معنا حتى الصياغة في مثلا أنه بموضوع الاختصاصات موضوع النقل والمواصلات وهيك أنه منظم موضوع السفن والمواصلات البحرية وإحنا هذا الموضوع مش موجود عندنا فهي ثغرة كبيرة في القانون بالنسبة لي دكتور شو رأيك على تعقبات الزميلات في الحقوق يعني شو تعقب على كلامهم وملاحظاتهم على ملاحظات الزميلة مثل ما ذكرت في بلاية حديث أن هذا القانون صدر عام 1997 لم يكن هناك خبرة تشريعية كافية في المجلس تشريعي لصياغة قانون خلينا نقول عصري وحديث وبالتالي كانت كثير من الأحكام مستمدة من القوانين السارية سابقا سواء كانت القوانين الأردنية في الضفة الغربية أو القوانين المصرية في قطاع غزة والأصل أن التشريع مثل ما تفضلتي يجب أن يكون مواكب للبيئة ليطبق فيها يعني لا يعقل أن أنا آتي على ذكر السفن وعلى ذكر مصطلحات لا يوجد لها تطبيق على أرض الواقع هذا خلال تشريعي يستدعي من المشرع أن يتداركه ويعمل على تحديثه بما يواكب المسجدات على أرض الواقع شو رأيك في الحكة الزميلي على قضية أنه هناك في تبعية من قبل وزارة الحكم المحلي أو تبعية من قبل أعضاء المجالس المحلية لا وزارة الحكم المحلي كيف تقيم هذا الموضوع هذه التبعية وكيف يؤثر ذلك على عمل الهيئة المحلية هو حقيقة قانون الهيئة المحلية يعطي وزارة الحكم المحلي العديد من الصلاحيات التي تمارسها في الرقابة على أعمال الهيئة المحلية لكن يجب أن تبقى هذه الرقابة في حدود ما يطلق عليه الوصاية الإدارية وليس السلطة الرئاسية الوصاية الإدارية تعني الرقابة عن بعد والتأكد من أن الهيئة المحلية تقوم بأعمالها وفقا للقانون ما هو المطبق حاليا دكتور؟ أحيانا من لاحظ أن وزارة الحكم المحلي قد تمارس صلاحيات أكثر مما هو معطى لها بموجب القانون وبالتالي تتحول رقابتها على الهيئة المحلية من وصاية إدارية إلى سلطة رئاسية رقابة مشددة وهذا يتنافى إلى حد ما مع الاستقلال المالي والإداري المعطى بموجب القانون للهيئات المحلية القانون منحها شخصية اعتبارية منحها استقلال مالي منحها استقلال إداري وأخضحها للرقابة والمساءلة الرقابة والمساءلة مهمة لأن من أمين المساءلة أساءل أدب ولكن يجب أن تمارس هذه الرقابة في حدود ما هو منصوص عليه في القانون لا أن يتم هناك نوع من التغول على الصلاحيات المعطى للهيئة المحلية في هذا المجال نعم في أي مشاركات أخرى؟ حكيت حضرتك طبعا أنه في الطريقة التي تمارس فيها الوزارة الحكم المحلي سلطتها على الهيئة المحلية المفروض تكون وصاية إدارية مش رئاسية تمام بس بشكل أو بآخر تعديل عام 2008 القرار بقانون سمحي لها أنها تمارس هذه الاختصاصات يعني أنت ما بزبطنك تجي تحكي لي هذا تغول لا هاي السلطة تعطتني هاي السلاحية وأنا حر أمرسها وأدق تمام أنا معك أنه مش صح أنها تنعطيها سلطة بس أنا نعطيتها بس تعافين على حضرتك لويزة ملوخية طالبة قانون سنة رابعة فضل دكتور يعني أنا بخرج هايك عن حدود صلاحية الوصاية الإدارية الوصاية الإدارية تعطيني صلاحيات محددة في إطار محدد صحيح ما تكلمت في وزارة حكم المحلي لم تمارس هذه الصلاحيات من فراغ أعطيت لها بموجب القانون هذه الصلاحيات التي أعطيت لها بموجب القانون كان فيها نوع من التشدد وبالتالي هنا المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الحكم المحلي تقع على عاتق التشريع اللي منح هذه الصلاحية لأن وزارة الحكم المحلي أعطيت هذه الصلاحية وبالتالي مارست الصلاحية في حدود القانون لم تمارس هذه الصلاحيات من فراغ لكن ممكن حدا يجي يقول لك والله هذه التشريعات حتى لو أعطت وزارة الحكم المحلي صلاحية موسعة هذه التشريعات قد نطعن في دستوريتها باعتبار أنه حولت شكل الرقابة اللي مفروض تمارس وزارة الحكم المحلي على هيئة المحلية من وصاية إدارية إلى سلطة الرئاسية وفر أفرغت مضبون الوصائل الإدارية من مضبونها دكتور هل يعتبر الموظفين في الهيئة المحلية موظفين عموميين وخاضعين لقانون الخدمة المدنية؟ هم حقيقة يجب أن نفرق ما بين وضع الموظفين في الهيئة المحلية في منظور القانون الجنائي وفي منظور القانون الإداري من ناحية القانون الجنائي هم موظفين عموميين يشغلون مناصب عامة ويسري قانون العقوبات عليهم كما يسري على باقي موظفي القطاع العام لكن من ناحية إدارية هم ليسوا موظفين بالمعنى المقصود والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمعنى لا يسري عليهم قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وإنما هناك نظام خاص لقانون الهيئة المحلية أوجب على مجلس الوزراء أن يصدر نظام خاص لموظفي الهيئة المحلية هذا الحقيقة عام 1997 بموجب القانون هذا النظام تأخر صدوره إلى عام 2009 فيوجد لدينا حاليا نظام لموظفي الهيئة المحلية هذا النظام ينظم كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي الهيئة المحلية ولكن يعتبر قانون الخدمة المدنية هو المرجعية لهذا النظام بمعنى كل مسألة لم يتم النص عليها في هذا النظام بتكون المرجعية لقانون الخدمة المدنية في عنا مداخلة كمان أنا غيم أبميالة سنة 3 قانون هلو سارة هلو وفقا للقانون الأساس أنه يفترض أنها تكون هاي الهيئات المحلية بتتجه إلى اللامركزية بس الإشي اللي نشوفه على أرض الواقع أنه في مركزية شديدة وفي سيطرة كبيرة من قبل وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية وحتى صار في دور واضح للوزارة أكتر من الهيئة المحلية نفسها وهذا الإشي كله بعيق الدوري التنموي والتطويري اللي لازم تقوم في الهيئات المحلية كونها يفترض أنها تكون هيئات محلية مستقلة استقلال مالي واستقلال إداري طب كيف هذا الكلام برأيك أثر على الهيئات المحلية بشكل سلبي أو إيجابي أكيد له تأثير سلبي أنه أثر على دورها التنموي دورها في أنها تشجع وتدعم المشاريع التطويرية والتنموية اللي بتحاول أنها تحدث ثغير واضح في المجتمع وإحنا حاليا نشوف أن هذه المؤسسات بدل ما تكون مؤسسات تنموية صارت مؤسسات خدماتية يعني أكثر أن تحصل على خدمة وأنك كمواطن تحصل على خدمة مقابل مال أكثر من أنها تكون مؤسسات تنموية يعني أنت مع الاستقلالية أكثر لهذه الهيئات المحلية آه يفترض أن يكون في استقلالية واضحة أكثر في المجتمع عشان نشوف دور واضح لهذه الهيئات كونها هي ممثلة للمواطن وهدفها أنها تحقق يعني خدمة للمواطن واضحة مش خدمة مقابل مال دكتور ولكن ألا تعتقد بأنه المطلوب تعزيز الرقابة أكثر على هذه الهيئات المحلية خصوصا في ظل يعني العريض من التحقيقات الاستقصائية صدرت في السابق نشرت في السابق في فلسطين تحدثت عن فساد عن سوء إدارة عن اختلاسات في بعض الهيئات المحلية ألا يطلب ذلك تعزيزا للرقابة بشكل أكثر؟ ما رأيك؟ هو نظرا للعدد الكبير من الهيئات المحلية سواء كانت مجالس بلدية أو مجالس قروية وعدم إمكانية فرض الرقابة الدورية عليها يعني لا يستطيع ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يدقق سنويا على كافة الهيئة المحلية فوق ال400 هيئة محلية نعم فوق ال400 هيئة محلية موجودة نظرا لأنه موازنات متعددة وأحيانا بيكون هناك جهل في القوانين البعد أحيانا عن الرقابة وعن المركز يجعل من السهولة بمكان حدوث جرائم فساد وذلك لو اطلعنا مثلا على سجل محكم الجرائم بالفساد لو وجدنا أن هناك عدد لبأس به من جرائم الفساد ارتكبت داخل هيئة المحلية وهذا يرجع إما الجهل بالقانون وإما يرجع إلى أنه الرقابة لم تمارس بالشكل الصحيح والدوري والمستمر على هيئة المحلية إضافة إلى ثقافي لدى البعض بأن هذه الأموال جردوها من صفة المال العام وبالتالي البعض قد يستهوي الاعتداء على أموال هيئة المحلية مع هو كان همال أبوي نعم للأسف الشديد نعم صحيح طب أنتقل تفضلي في عندك مداخل بس بدي أطرح سؤال تعفين أحضرتك بداية تالى حلبي سنة تالت قانون بجامعة برساد مع الأعداد الكبيرة بالهيئات المحلية شو كان المبرر بأن أزيدها الكامل الكبير بالهيئات المحلية بذكر كان وقت صائب عرقات كان وزير للحكم المحلي استحدث أعداد كتير كبيرة من الهيئات المحلية شو كان وقتها مبرر يعني شو اللي بيخليك تفتح المجال الكبير للهيئات المحلية بنفس الوقت أنت مش قادر تفرضها لقدر رقابة عليهم وقت تمدد السكاني وزيارة عدد السكان ووجود يعني مناطق جغرافية متعددة أنا لا أستطيع أن أترك تجمع سكاني بلا هيئة محلية تتولى إدارة شؤونهم دكتور قد تقصد أن لماذا لا يكون هناك اندماجات لأكثر من بلد وقرية مع بعضهم في بلدية واحدة على سبيل المساعدة حقيقة السلطة الوطنية الفلسطينية خاضت هذه التجربة اللي هي دمج الهيئة المحلية ولكن كانت هناك العديد من المعيقات اللي وقفت أمام سياسة الدمج سواء كانت معيقات تتعلق بالاحتلال سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وعدم السماح بالامتداد الجغرافي ما بين الهيئة المحلية أحيانا فيه يعني معيقات سياسية أنا لا أستطيع مثلا أن أدمج المخيمات في المدن لأنه أنا في هذه الحالة بتنازل عن موضوع حق اللاجئين أحيانا فيه هناك معيقات اجتماعية أنه الناس نفسهم برفضوا أنه يندبجوا مع هيئة محلية ثانية بكلك لأنه اسم الهيئة البلد هذا إله تاريخ وإله ثقافي وارتبط اسمه بالعائلة وبالتالي هيك تيجي بجرة قلم تلغي اسم البلدية وتحولنا لإسم جديد وأحيانا فيه هناك يعني فشلت أحيانا تجربة الدمج لأنه أحيانا فيه تجمعات سكانية بينهم شحناء من دون الدمج يعني بتلاكي قريتين متجاورتين فيهم بينهم إشكاليات فما بالك هذول لما بتدمجهم مع بعضهم البعض ومين بدي يكون رئيس ومين بدي يكون نائب رئيس ولذلك نجحت تجربة الدمج الهيئة المحلية في بعض الأماكن وفي بعض الأماكن فشلت هذه التجربة في أنا مداخرة تفضلي الصبية حكت عن فكرة أنه في عدد كتير كبير من الهيئات المحلية تم استحداثها وحضرتك عقبت على الأسباب اللي أدت لاستحداث هذا العدد الكبير من الهيئات المحلية والصعوبات الموجودة عندنا بمختلف أنواعها سؤالي إلك طول ما أنه إحنا عدنا العدد الكبير من الهيئات المحلية والناس اللي عم بتراقب ما عندهاش الوقت الكافي ولا القدرة الكافية لأنها تراقب على هذا العدد إيش إمكانيتهم نستحدد جهة أو هيئة تكون عندها قدرة وعدد وموظفين اللي تراقب على الإشي اللي عم بيسير تقصد أنه تكون هدفها الوحيد المراقبة على الهيئات المحلية بشكل خاص إذا أنتو عم تحكوا عن كمية فسادة كتير كبيرة وإحنا مش قادرين نغطي هذا الحكي وهذا الحكي مش مخبة ولا أنا اللي بحكيه الكل بحكيه في حسائيات في هذا الحكي مش الويزا اللي جابته طب ما نجيب ناس تراقب يعني استحداث هيئة جديدة برأيها للرقابة وأكثر على الهيئات المحلية بشكل خاص ما رأيك بذلك؟ يعني إحنا في إطار تقليص ودمج الهيئات قبل أسبوع أو أسبوعين مجلس الوزراء دمج العديد من الهيئات والمؤسسات إذا بدنا إحنا على هذه الشاكلة بكرا ننصير نقول والله نظرا للعدد الكبير من المدارس نحن بحاجة إلى هيئة تراكب على المدارس نظرا للعدد الكبير من المستشفيات والمراكز الصحية بحاجة إلى عدد إنشاء هيئة أو جسم اللي بدأ أقوله أنا الإصلاح القانوني أمر مهم جدا اثنين الرقابة المؤسسة يعني أنا أزيد كدرة الطواقم الرقابية في المؤسسات يعني أنا عندي ديوان رقابي مالي وإداري أزيد طاقم الموظفين بحيث أن هذا الطاقم يستطيع أن يراقب يعني يا دكتور تقصد تفعيل المؤسسات الرقابية الحالية وتفعيل القوانين الموجودة بشكل أكبر باستر اتزان يعني نحن بالغنى عن استحداث هيئات ومؤسسات وإحنا شفنا لسبوع الماضي دمجة مؤسسات أول مرة بنسمع فيها لأنه هذه استحداث هذه المؤسسات يتطلب موازنات ويطلب تعيين كوادر وظيفية وأموال بعد قال إنها إحضار للمال العام نعم إحضار للمال العام لأنه يعني أنت عم تستحدث مؤسسة أحياناً وهذا كما قلت تطلب موازنات تطلب تشكيلات وظيفية بالغنى عن هكذا المفروض هو تعزيز أو إصلاح الجانب القانوني اثنين زيارة عدد الطاقم الرقابي اللي موجودة حالياً حتى تمارس رقابتها على هيئة المحلية حب أعرف رأيكم ما هو المطلوب اليوم لتعزيز النزاهة والشفافية داخل هذه الهيئات برأيكم في عنا مداخلات فضلي بحب أعقب على حكي لويزا بموضوع استحداث الجهة الرقابية الجديدة إنه إحنا ما في عنا قدرة مالية كافية لأنه الجهات الموجودة أصلاً مش قاعدة بتاخد حقها فصعب كتير إنه إحنا نستحدث جهات بالنسبة لحكي تالي إنه الهدف من استحداث الهيئات الجديدة هو الهدف الأصلي من وجود الهيئات لأنه كل جماعة إلها احتياجات مهمة إلها احتياجات مختلفة طريقة التعامل معها مختلفة فبيصفي فيه حاجة كتير كتير كبيرة لتواجد هاي الهيئات الجديدة بعدين بيصفي لموضوع الضرائب والتزامات المواطنين عشان خدماتهم لما يشوفوا إنه خدماتهم بتم العمل فيها وخدمتهم بشكل منيح فبيشجعهم هذا الحكي إنهم يتعاونوا مع الهيئة بشجعهم إنهم يسددوا رسوم الضرائب وهذه الشغلات شو هي توصياتك النهائية فيما يتعلق بموضوع تعزيز النزاهة والشفافية داخل هذه الهيئات هلا أنا بتخيل القوانين المتعلقة بالرقابة والنزاهة موجودة وكافية لو أنها تتفاعل بس إحنا الرقابة عندنا مش فعالة أبدا تفعيل الرقابة أكثر تفضلي في نقطة هنا بالنسبة لي لتعزيز واقع النزاهة للهيئات المحلية برأيي مثل ما قال الزملاء النقطة الأساسية هي فكرة الإصلاح التشريع عندنا زخم تشريعي لكن المشكلة في التطبيق المشكلة كمان مثلا عندنا نظام الموظفين للهيئات المحلية يعني عالج مثلا من ناحية تعيين موظفين للهيئات المحلية الرقابة على أعمالهم وحاسبتهم في حال ارتكابهم لجرائم فساد أو غيرها لكن بنلاحظ أنه ما في اختصاص لهؤلاء الموظفين من ناحية تحصيل أكاديمي أو مثلا خبرة أو غيرها كمان شركونا إحنا كشباب يعني لازم يكون القانون يحدد مثلا الرئيس الهيئة المحلية مثلا يكون معه شهادة علمية معين هيك بتقصدينتي بالضبط وكمان تفعيل دورنا كشباب بتوفير الدوافع إنه من ناحية يعني كيف بدي أحكيها دمج الشباب أكثر دمج الشباب واشراكنا بشكل أكبر من هاي الأشياء في مداخلة فضالين بدي أعلق على شغلة حكتها ملاك بحكي أنه الرقابة هي مجرد يعني حبر على ورق ما في أي أنظمة أو يعني لوائح بتحكي أنه لازم يصير كل فترة سنوية كذا كذا على الرغم من أنه قانون هيئات المحلية الفلسطينية بجبر أنه الهيئات المحلية أنها تقدم تقرير سنوي هل يتم فعليا تقديم تقرير سنوي كل سنة أم لا؟ هل يشمل كافة النفقات اللي بتنفقها لهذه المحلية أو لا؟ يعني هاي أسئلة متعددة في كم من مداخلة فضالين؟ بدي أحكي أنه إحنا حاليا بنشوف أنه المواطنين فعليا هما فقدوا الثقة في مثل هاي الهيئات وهذا الإشي بدفعهم لأنه يزيدوا أعباء على هاي الهيئات كون هم ما يلتزموا بدفع هاي الضرائب وكمان بنشوف بنقطة تعيين الموظفين بنشوف أنه الواسطة والمحسوبية حتى وصلت لمثل هاي الهيئات اللي هي أساسا يفترض أنها تكون هايئات مستقلة بنشوف أنه كمان وزارة الحكم المحلية صارت مش بس بتقوم بالإشراف والرقابة اللي منحة هيها القانون بالعكس تتعدى هذا الإش لأنها بتوجه هاي الهيئات المحلية يعني بتوجههم لهي ايش بدها مش لخدمة المواطن بذاته نعم دكتور الكثير من النقاط ما تتعقب عليها تفضل يعني في موضوع ثقة المواطن بالهيئات المحلية أنا أعتقد أنه يجب على الهيئة المحلية أن تسعيد ثقة المواطن بالهيئة المحلية إشراك المواطن في الخطط في البرامج التي تضح الهيئة المحلية تعزز النزاة لا أن يعني عاكف مجلس الهيئة المحلية على نفسه بوضع الخطط والبرامج يتحسس حاجيات المواطنين ويكون بصياغة البرامج ووضع الخطط بناء على تطلعات المواطنين إضافة إلى ذلك الشفافية في كل ما يتعلق بعمل الهيئة المحلية تقرير السنوية كل هذه الأمور نعم أحيانا يعني عدم التزام المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات الهيئة المحلية نابع إلى اعتقاد المواطن بأنه هناك إساءة استخدام لأموال الهيئة المحلية لما تكون الهيئة المحلية تعمل بشكل شفاف وكل شيء على الطاولة والإرادات والنفقات واضحة ومعلن عنها وفي التقارير المالي والإداري واضح هذا بزيد من ثقة المواطن وأنا بذكر أحد البلديات أو أحد الهيئة المحلية بدون ذكر أسماء في سابقا عمل الدراسة حول هذا الموضوع هذه الهيئة المحلية تلتزم يوميا بإعداد تقرير مالي للإرادات والنفقات وتنشر على الموقع الإلكتروني الهيئة المحلية يعني اليوم أجا فلان دفع كذا فلان دفع كذا فلان دفع كذا اليوم صرفنا كذا اليوم صرفنا كذا هنا بصير عيرة في المواطن أنه أمواله هذه اللي بتفحها أمواله لا تذهب في وجوه غير صحيحة وبالتالي لما المواطن يعني تتبنى الهيئة المحلية مع سياسة الانفتاح وسياسة الشراكي وكل شيء موجود على الطاولة هذا بتعزز ثقة المواطن في الهيئة المحلية بدل من أن يكون المواطن عقب أمام الهيئة المحلية بالعكس يدعم ويساند القرارات التي تتخذها دكتور كان في مداخلة عن موضوع العقوبات هل العقوبات فعلا رادعة بالشكل المطلوب والحقيقي القوانين موجودة وعندنا قانون العقوبات وعندنا قانون مكافحة الفساد والعقوبات موجودة والعقوبات رادعة لكن أحيانا يتم تخفيف العقوبات من قبل المحكمة لأسباب معينة وأحيانا هناك بعض الملفات قد يتم إغلاقها لعدم وجود شبهات وما إلى ذلك فالقوانين موجودة والعقوبات موجودة لك لأمر بحاجة إلى مزيد من التفعيل ومزيد من التطبيق هل لديكم أي توصيات أخرى؟ بفكر في فكرة النزاهة والمسائلة وأن الحقيقة المحلية كم المفروض تفرج المواطن شغلها هذا كلها من نوعد فيه في أول انتخابات لأعضاء ورؤساء الهيئة المحلية كم البني آدم يتوظف كونه رئيس أو عضو هيئة محلية عنده إدراك لواجباته ومهامه وحقوقه والتزاماته وشو بترتب عليه تمام؟ وقديش بيلتزم حتى لو عرفها أنا لو بدي أحكي أنه ما ساكته وعرفته إياه دي حيلتزم فيها تمام؟ وبيجيني شيخ عشيري على فكرة بيأخذ وبالتالي ما هي توصيتك الرئيسية في هذا الموضوع؟ لو أنه ننتبه شوي أكتر زي ما حكت الصبية أنه نجيب شاب واعي دارس بيعرف شو عليه بيعرف شو معلي هوش مش بس يعرف بكفينيش أنه يعرف لأنه في منهم 2-3-4-10 إلا يكونوا بيعرفوا فرجيني إيش عم تشتغل إني أشرك المواطم عفكرة وإني أرجع ثقته مش إشي كتير سهل إحنا حالياً معناش ثقة في إشي في فلسطين تاركيني الدنيا سباح للي تمشي مش باش يكون سودويين كتير كمان يعني في المقابل هي مش سودوية هي حقيقة خلنا نشوف قديش عنا خلني أناقشة كيف شغلي كتير صغير أدي عندك أمل يرجع لمجلس التشريع وننتخبه وإذا انتخبنا أدي عندك أمل أنه يرجع لنا قوانين يعني نأمل الانتخابات تكون قريبة على أرض الواقع بداية أن دكتور شو توصيتك الرئيسية فيما يتعلق بقضية مشاركة الشباب داخل هيئات المحلية يعني أنا بعتقد أنه يجب أن يكون هناك الجرأة لدى الشباب في الترشح للمجالس الهيئة المحلية وخاصة أن القانون ما ببنع ذلك لأنه للأسف الشديد ما هو ممارس على أرض الواقع من لقي المترشحين للهيئة المحلية هم أشخاص يعني كبار في السن ما حدا بمنع الشباب يترشحوا لهيئة المحلية ولكن أحيانا الثقافة المجتمعية تنظر للشاب أنه أنت ما في عندك الخبرة الكافية ما في عندك الدرائي الكافية وبالتالي هذه مسائل ما إلك فيها وترك الموضوع للأشخاص اللي عندهم خبرة ودرائي وبالتالي يجب أن الشباب نفسهم يعني يقحموا أنفسهم في هذا المجال لأنه لا يمكن أن تطالب التغيير بعيدا عن الحزبية والعشائرية والعائلية وما إلا ذلك لا تستطيع أن تطالب في الإصلاح وأنت بعيد عن ساحة الإصلاح في عنا مداخلة كمان تفضلي بدي أعقب عن كلام الدكتور في موضوع الانتخابات الانتخابات البلديات عندنا هي انتخابات محلية شعبية فكل جماعة بترفع الشخص اللي هي شايفت وأنه هو مناسب للمنسب بس مش من حيث المعايير اللي هي مطلوبة لحدا إنه يمسك هيئة محلية هاد واحد تنين بموضوع الرقابة الصلاحيات الممنوحة على وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية اللي صارت موجودة بموجب التعديل سنة 2008 هي ما بتعزز الرقابة يعني مثلاً إنه السلطتها في موضوع إقرار الميزانية الموافقة عليها أو إنه الموافقة على الاستقالة وهذه الشغلات هاي موضوع ما إلها علاقة بالرقابة يعني ما بتخيل إنه هي لازم تتحكم فيها فلازم يصير تعديل إنه يصير الصلاحية في المجالات اللي بدها رقابة عن جد مش في هاي المجالات هل من مداخلة أخرى؟ تفضلي آخر مداخلة معنا في هذه الحلقة أحكي عن موضوع الانتخابات إنه إحنا بفلسطين نتبع في الانتخابات لهيئات المحلية الانتخاب النسبي الكامل وهذا الإشي بشوف إنه ما يعني مش ملائم لمثل هاي هاي أو مؤسسة بتمثل المواطنين وهذا الإشي بأثر أول إشي على المنتخبين كونه مثلا أنا ممكن في ناس بهاي القائمة بتناسبني وبقدر إني أنتخبها بس مقابل هذا الإشي في ناس ثانية أفكارها والإشي اللي فيها ما بناسبني فأنا بضطر أني أختار هاي القائمة عشان مثلا شخصين وإنه أنا مش راضي عن الباقي مثلا من هاي القائمة وكمان المرشحين مثلا لو بدي أنا أترشح طب ما هما اللي ترشحوا قابلي ممكن يكونوا مش زي أفكاري مش زي الإشي اللي أنا بدي أحدثه مش زي التغيير اللي أنا بطالب فيه وكمان هذا النوع من الانتخابات هو أنا بشوفه إنه يعني بدعم الناس الأكبر أكتر من الشباب نفسهم كونه بيكون لهم يعني في المجتمع إنه لهم منصبهم وموقفهم ومكانة اجتماعية لهم دكتور هل من تعطيب أخير على هذه التوصيات وهذه الملاحظات يعني أنا برأيي موضوع تعزيز النزاهة والشافية والمسائلة في الهيئة المحلية يتطلب العمل على أرض الواقع لا يتطلب فقط الكلام والشعارات الهيئة المحلية عليها دور المؤسسات الرقابية عليها دور وزارة الحكم المحلي عليها دور المواطن المواطن يجب أن يكون له صوت مسموع القانون يسمح للمواطن بالاعتراض على قرارات الهيئة المحلية القانون يسمح للمواطن بالطعن في قرارات الهيئة المحلية بالمناسبة قرارات الهيئة المحلية هي قرارات يتم الطعن بها مما بالقضاء غير محصنة وبالتالي المواطن المفروض منه أيضا أن يمارس دوره الحقيقي في الرقابة على أعمال الهيئة المحلية سواء من خلال الشكاوى من خلال الاعتراضات سواء من خلال طلب القانون يعطي المواطن الحق في طلب حضور الجلسة لكن كم نسبة المواطنين الذين يطلبوا من الهيئة المحلية يحضروا جلساتها الهيئة المحلية هي جلسات علنية لا تعقل جلسات سرية إلا إذا كانت هناك مسائل تتعلق بالتحقيق أو البد في العطاءات أو ما إلا ذلك من الأمور المواطن عليه دور يشرك نفسه بشكل أكبر في عمل الهيئة المحلية لأنه إذا مثل ما تفضلت في بداية البرنامج إذا ما فيه هناك مسائل وما فيه هناك مراقب لا تنتظر من الهيئة المحلية نفسها أنتك وأن يكون العضاء ملائكة منزلين فالمواطن عليه دور كبير جدا في الرقابة على الهيئة المحلية التدخل وسؤال الهيئة المحلية عن أي مسائل تتعلق بشؤونه اليومي ومن واجب الهيئة المحلية أن تفصح عن كل هذه المسائل ما فيه معلومات طب ما فيه معلومات سرية حقيقة هو عدم إصدار قانون حق الحصول على المعلومات هو أحيانا قد يعيق المواطنين في الحصول على المعلومات المواطنين والصحفيين نعم والصحفيين وقد يكون هناك ذريعا للمؤسسات لعدم الإفسار عن المعلومات بحجج مختلفة دون أن تسند إلى القانون بشيء وبالتالي سن قانون حق الحصول على المعلومات إمكانية المواطنين والصحفيين من الوصول إلى المعلومة الحقيقية والصادقة هذا بيشجحهم على الرقابة على الهيئة المحلية إذا كان هناك ضبابي إذا لم تكن هناك شفافية في المعلومات والتقارير التي تفضلت عنها الأستاذي كيف يمكن لي أن أراقب على عمل الهيئة المحلية في هذا المجال نعم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفي الدكتور عبد الرحيم طه الخبير في القانون الإداري وأشكر الشبات طالبات القانون من جامعة برزيت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة